سأصل إلى اتفاقية الصخيرات فيما بعد ولكن دعني أتحدث عن دور مصر في الأزمة الليبية ما هو هذا الدور وما الذي يحققه في مقابلتكم مع الإخوان المسلمون نحن أعتقد نحن لا نرار أنهم طرفا في هذه الرؤية كمصريين ولكن المصريين ينبغي أن يتركوا هذا الحل في أيدي الليبيين ولا ينبغي على أي طرف أن يقول أنه يقبل هذا الطرف في الحوار أم لا أما بالنسبة لليبيين فهم المعنيين بالوصول إلى حل كل طرف لديه رؤية الدول المجاورة لديها مصالح في ليبيا وتحديدا استقرار ليبيا ولكني أقترح أننا ننظم إجراءا نعني به أن يجد الليبيون الحل بأنفسهم أن الموقف المصري هو واحد لا بد أن يقول نفس الكلام هل لك أن تحدد دور مصر في هذه الأزمة؟ مصر لها دور بناء في هذا الموضوع مصر تستخدم أساليب بناء في العملية السياسية الليبيا ومصر هي عضو مجلس الأمن وأنا على صلة وثيقة مع مصر وأنا على ثقة من أن المصريين سيستخدمون نفوذهم لإقرار وحدة هذا البلد دور مصر هام بالنسبة لليبيا لديكم حدود مشا متشاركة مع ليبيا تمتد إلى 1200 كيلو متر هذه الدولة لا يوجد لها حكومة موحدة ويوجد فيها عناصر من الدولة الإسلامية منها أجزاء كانت تحتل خليج سرد وهناك ضربات أمريكية قد دمرت عناصر الدولة الإسلامية هناك مصر في الشرق لديها مصلحة في عدم وصول هذا الإرهاب الإسلامي إلى الدولة ومصر لديها دور في وجود وحدة في ليبيا وهناك في ليبيا فرص اقتصادية كبيرة الرجال والنساء الليبيين يريدون العمل وهذا يتطلب استقرار البلد وبناء البلد بنغازي مدمرة سرط مدمرة وتحتاج إلى مشروعات كبيرة لإعادة الإعمار وهذا أيضا يصب في مصلحة مصر أن الاستقرار يعود إلى ليبيا بغرض خلق نظام للرخاء للحديث عن السخيرات أعتقد أنك قد قابلت أنا قابلت قابلت الفريق حفتر ورأيته يتحدث بفخر عن اتفاقية السخيرات أنا قابلت المشير خليفة حفتر من أسبوعين وتحدثنا عن اتفاقية السخيرات ويعترف إطار العمل الذي اتفق عليه الذي اتفق عليه الليبيين بشأن النمو المستقبلي ولكن لديه بعض القلق فيما يتعلق بهذه الاتفاقية فيما يتعلق بالمجلس الرئاسي في طرابلس والبرلمان في طبرق والمجلس الرئاسي الأعلى في طرابلس لابد أن يعملوا معا بشكل جيد الليبيين الآن يناقشون أنهم لابد أن يكون المجلس الرئاسي مكون من تسعة أفراد والآخرين يتحدثون عن ثريق وربما خمسة ولكن هو قرار الليبيين في آخر الأمر وهذه الأسألة التي كنت أتحدث فيها مع المشير حفتر كنت أجلس معه ونتحدث في كل الملفات والأسلحة والأسئلة المعلقة في هذا الموضوع وبشأن المجلس الرئاسي أيضا هل هناك فرصة للتحسن هل سيكون هناك الالتقاء بين المجلس الرئاسي والعناصر الأخرى في شكل واحد ما هو دور المشير حفتر في الجيش الليبي الموحد والذي لديه سلطة على جميع أنحاء الدولة أيضا المشير حفتر موجود في الشرق والحكومة في الغرب الغرب محكوم بالميليشيات المشير حفتر قال لي أن هذا ليس هو الطريق الصحيح للمستقبل وقلت له أنا أتفق معك ولا يمكن للغرب أن يحكمه الميليشيات لابد من نزع السلاح من هذه الميليشيات ولكن لابد من ولكي تنزع السلاح من الميليشيات لابد أن ينزع السلاح منها وأن تكون هناك قيادة موحدة للقوات المسلحة الليبية ولا بد أن يكون للجيش الليبي دوره الخاص به الذي يسيطر على ليبيها كلها وكنت خركت بالنتيجة مشجعة